تشهد ولاية ساوث كارولينا جولة حاسمة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لاختيار ممثله في الانتخابات الرئاسية الامريكية في نوفمبر المقبل وتواجه نيكي هالي حاكمة ساوث كارولينا الرئيس السابق دونالد ترامب الذي فاز بالجولات السابقة في ولايات ايوا ونيوهامشاير ونيفادا فيما كشف استطلاع رأي عن تفوق الرئيس السابق على نيكي هالي بين كل الفئات العمرية المختلفة